وللمزيد حول دور قبائل سيناء في التنمية والتعمير ومواجهة الإرهاب معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد خالد متخصص في الشأن السياسي أستاذ محمد يعني كيف ترى دور قبائل سيناء في التنمية والتعمير في سيناء؟ أهلاً وصحة طبعاً محدش يقدر ينكر دور قبائل سيناء في تعمير سيناء بإلا ما يكون تعمير مصر عموماً لأن سيناء كانت جاد فترة من الأوقات كانت بوابة للحركة الإرهابية وبتاعة وما نقدرش نقول طبعاً أن إحنا انتصرنا على القيادات الإرهابية دي غير بالتعاون مع قبائل سيناء طبعاً لما نقول كمان قبائل سيناء بنكلم على اتحاد قبائل سيناء يعني ده من أهم التحالفات اللي سعتت الدولة ويجيش في التخلص من البور الإرهابية وتضخير سيناء وجعلها طهرة تماماً من أي عامل إرهابية هذا دورهم في مواجهة الإرهاب مع كل الشعب المصري دورهم في التنمية والتعمير في الوقت الحالي كيف ترى؟ بالتوازي بالتوازي مع الحركات التخلص من الإرهاب كان الدور التنمية مهم جداً وبارس ونقدر نقول برضو إن الحكومة ما كانتش هتقدر تطور من سيناء غير مع وجود أهل سيناء نفسهم سواء من قبائل سواء كان شركاتهم أو البزنس متاحهم كل ده كان مهم ويشهد الوقت ويشهد عملات التنمية اللي تمت آخر عشر سنين على الجهود اللي عملها أهل سيناء واللي هم لهم نصيب الأسد منها في تعمير المنطقة دي من مصر وجعلها مستقبلاً قبلة للصناعة والزراعة ومنطقة لوجستين مهمة جداً مش بس على مستوى مصر والشركة الأصل ده على مستوى العالم مما لا شك فيه يعني هناك كان أيضاً دور لقبائل سيناء في أثناء حروب مصر المختلفة وخاصة حرب 73 وكان لهم دور في الانتصار في ذلك الوقت من أول لحظة من لحظة دخول العدو المحتل في 67 الشعب السيني والقبائل السينوية وافت جنباً لجنباً مع الجيش والحكومة تماماً سواء كان بمساعدتهم زمان أن هم يكونوا مرشدين داخل الصحراء اللي ما كانش بيعرف يخشها حد غير أعلى وسواء حد وقت الهجوم نفسه في 73 وكمية التضحية اللي قدمها الشباب سيناء وناس أهل سيناء من أصغر صغير فيهم لأكبر شيخ من الشيخ قبائل سيناء نفسهم والحظ النهاردة هو ده حاجة إذا كان هم اللي بيعملوا معنا دلوقتي في مجافحة الإرهاب ده شيء مش جديد عليهم ده شيء أعمل جددهم معنا في السبعينات أستاذ محمد خالد متخصص في أشياءنا السياسية كنت معنا عبر الهاتف شكراً جزيلاً لك